اشتركوا في القناة جامعتنا منذ اللحظات الأولى بسماع في انتشار هذا المرض في شهر واحد تقريبا وضعت خطط العمل والخطط البديلة على كل المستويات الأكاديمية والصحية والسلامة والإدارية بفضل الله ووضعنا منذ الشهر الأول البدائل بالتعليم عن بعد وهذا كانت خطة الطوارئ وباللحظة اللي الوباء وصل إلى الأردن ارتفعت درجة الحرص ودرجة التعامل مع أبنائنا وبناتنا من ناحية تجهيز الجامعة في أجهزة خاصة من ناحية تجهيز الجامعة في قضايا التعقيم والصحة والسلامة وأيضا إضافة إلى البرامج التدريبية وتدريب على الحاسوب وتفعيل التعليم عن بعد من خلال غرف العمليات وغرفة إدارة الأزمات اللي عقدت في جامعة أرض العزم أبنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبت في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق السماء أرض العزم أبنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبت في حجم أردن أرض العزم أبنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبت في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق السماء أرض العزم أبنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبت في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق السيوف فردت على الدنيا البطولة مشتهن وعليك دينا لا يخان ومذهبا فردت على الدنيا البطولة مشتهن وعليك دينا لا يخان ومذهبا في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق السماء أرض العزم أبنية الضبا نبت السيوف وحد سيفك ما نبت دائماً نقول حمى الله هذا الوطن وحمى شعبه الطيب ودائماً نقول بالوقاية نهزم كورونا كل المحبة لطلابنا وطالباتنا بجامعة الشرق الأوسط